اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الدبلوماسية البحرينية أثبتت تميزها عبر تاريخها الممتد لخمسة عقود متواصلة من الإنجاز على كافة الأصعدة وهو الأمر الذي عزز من مكانة المملكة إقليميا ودوليا في كافة المجالات مشيدا سموه بجهود الكوادير الوطنية من الدبلوماسيين وحرصهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبي اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية وأعرب عن تمنياته له بمواصلة تحقيق النجاحات للدبلوماسية البحرينية والتوفيق في أداء هذه المسئولية الوطنية منوها سموه بالخبرة والكفاءة المهنية التي يتمتع بها سعادته ومن أهمها ما حققه من نجاحات طوال مسيرته كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي سياق ذاته أعرب سموه عن تمنياته لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة مستذكراً الأدوار الجليلة التي قدمها معاليه طوال توليه حقيبة وزارة الخارجية والتي أسهمت في تحقيق منجزات دبلوماسية للمملكة على المستويات المختلفة من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تهنئته له بالمنصب الجديد مؤكداً بأن توجيهات سموه ستكون دوماً حاضرة في كافة المهام والمسؤوليات الوطنية المنوطة به كوزير للخارجية لأدائها على أكمل وجه اشتركوا في القناة